قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن مرشحه لمنصب رئيس بلدية إسطنبول لا يزال متقدما بفارق ضئيل على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق الاقتراح وتعرض حزب العدالة الذي تضرر نتيجة التباطئ الاقتصادي لصدمة كبيرة جراء خسارته المحتملة في إسطنبول المركز التجاري للبلاد والعاصمة أنقرة وذلك في الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد الماضي وطعن الحزب في نتائج المدينتين